يواصل معرض أهل المدارس تقديم كل احتياجات طلاب المدارس بأسعار مخفضة وجودة عالية ويستمر المعرض حتى العاشر من سبتمبر الجاري في أرض المعرض بمدينة نصرة بتخفضات تصل لأكثر من 30% بتخفضات تصل لأكثر من 30% يستمر معرض أهل المدارس في تقديم كل احتياجات طلاب المدارس بأسعار مخفضة وجودة عالية المعرض يستمر حتى العاشر من سبتمبر الجاري وذلك بمقر أرض المعارض بمدينة نصر بالعروض اللي احنا عاملينها بتفير كل الفئات العمرية من أول الأطفال لغاية الناس الكبار الأسر طبعاً اللي عنده ولدين احنا بنقوله تعالى هنعمل لك نضارة ونضارة علينا كان الاتفاق معنا لازم نعمل تخفيض في كل أسهارنا عشان المعارض أهلاً بالمدارس عملنا صبون مخصوص ياخدوه معيهم مثلاً في المدرسة عشان الأطفال وانهم يحفظوا على نظافة ديهم التباعد وعلينا نحفظ على صحتنا فيه إقبال يعني كان خميس وجمعة إقبال شديد قوي وكويس جداً كان زحمة جداً لأن احنا عاملين أسعار مخفضة جداً للزباين بتوصل لحد الستين في الماء المعرض يشمل كافة السلع الخاصة بالعمل الدراسي من ملابس وأحذية وأدوات مكتبية ودراسية وملابس رياضية وغيرها من المنتجات وذلك وسط أقبال كبير من المواطنين للاستفادة من التخفيضات الموجودة بالمعرض في ظل الأسعار المرتفعة دلوقتي إحنا كلنا كنا محتاجين الفكرة دي طبعاً لأنها بتسهل علينا أولاً وبتحاول تساعدنا في جد أن الأسعار أهلي شوية من السوء الأسعار كويسة والأسعار مناسبة للجميع والمعرضات تشكيلة جميلة وتشكيلة كبيرة جداً متوفرة وصراحة دينام في المعرض من أول يوم وفي حاجات حلوة ومتنوعة طبعاً متفاوتة يعني الأسعار متفاوتة مش كلها واحدة معارض متتالية تنفيذاً للتوجهات الرئاسية لتوفير كافة الاحتياجات للمواطنين بأسعار مناسبة وبجودة عالية مع تقديم التسهيلات في مختلف المواسم والمناسبات وذلك للتخفيف من الأعباء المعيشية على كاهل المواطنين جيرمين إبراهيم التلفزيون المصري